قولات العلاجية وما استجد فيها عايزين برضو نفرد مساحة أكتر لهذا الموضوع ونشوف إيه اللي أضيف في البروتوكول العلاجي ما كانش موجود فيما سابق خاصة أن فيه كلام طبعا على فكرة تجلط الدم في جميع أنحاء الجسم وليس فقط ما يصيب الجهاز التنفسي سواء العلوي أو السبلي الحقيقة يعني الجزء التجلط الدم ده موجود ولكنه أكثره في الرئتين وفي الأوردة الرفيعة والدقيقة في الرئتين بالحجم صغير مش بحجم كبير يعني الجلطات مش كبيرة وطبعا دي بالنسبة لنا كأطباء متخصصين معلومة قديمة عارفينها من الأول وارد جدا أن احنا بنعمل وقاية لبعض الحالات البسيطة أو المتوسطة اللي اشتكى من دي التنفس بيحط في بلنا أن أخذ تكون جلطة أو تكون تضايق النفس لأسباب الرئتين أو تلايف جزء من الرئتين أو غيرها من الأسباب يعني بنرجع الكلام ده فعلا وبنضيف من مضادات بنضيف مزيبات الجلطات أو مسيلات الدم من البداية احنا عارفين الكلام ده الجديد أنه هو ربما بعض الحالات بطبينا نأكد عليها أن هو نستعمله في الحالات المتوسطة وربما الخفيفة بمواصفات معينة لو في عوامل خطورة موجودة بعض أسماء الأدوية تم تأخيرها شوية شلنا بعض الأدوية من الحالات الخفيفة وأخرناها للحالات المتوسطة والشديدة وطريقة العلاج المنزلي هي اللي اعتمدت اللي بتوفر الحقيقة مجهود كتير من المستشفيات وأيضا نتائجها طيبة مسجلة نتائج طيبة بر مصر نعم فكرة العزل المنزلي يا دكتور أيمن يعني الشخص بيكون موجود في بيته بشكل عادي ولا بيكون معزول حتى عن أهل بيته وفيه إجراءات احترازية طبعا بالإضافة بقى لكورس العلاج اللي بيتم وصفه لهذا المريض معزول عن أهل بيته وفي حجرة خاصة يعني قاعد فيها الوحده صبح وليل هو ما بيخرجش بره وما حدش بيدخله أقرب حمام لو حد دخل أو خرج عشان الحمام يبقى فيه مسار للحمام وما حدش يدخل بعدين الحمام قبل ما يتطهر وإذا كان هو يطهر بنفسه يكون أفضل وحد يطهر بعدين بعد كده يطهر المكان اللي استعمله ويرجع تاني لمكانه دخول وخروج الأكل للمريض بالشكل ده بيكون عن طريق شخص واحد بس ويكون الشخص ده في حالة صحية طيبة نفضل إنه ما يكونش كبار السن ولا أصحاب الأمراض المزمنة يعني يكون حد متحمل شدة المرض وكلهم مستعملين الكمامة الواقية والبخالطة عن بعد وليس عن قر دي الإجراءات اللي هي لازم تكون متابعة مع استعمال العلاج الموصوف ليه وبيستلموا قبل ما يرجع المستشفى الوزارة بتوزع العلاج على الحالات الخفيفة مجهز بالجراءات والمدة الكافية لاستكمال العلاج وربما بعد كده يطبقوا موضوع المسحة أو يأخروا موضوع المسحة ما بقيتش أساسية لو الأعراض بتتحسن والعلاج بيستكمل نعم دلوقتي يا دكتور بعض الناس بدأت تسحب بعض الأدوية اللي هي معروفة أن هي جوة البروتوكول من الصيدليات ودي ربما عملت حالة من العجز أو النقص في المعروض من هذه الأدوية إمتى أن أنا أروح أجيب حاجة وأنا مش مكتوب لي هذا الكورس العلاجي يعني فيه ناس دلوقتي بتكتاد مع نفسها جداً وتقول لا قدر الله لو حصلت أي إصابة يكون عندي الحاجات اللي هي موجودة في البروتوكول اللي هو موصوف من جانب وزارة الصحة إزاي ممكن شخص ما يكونش موصوف له عليك يروح يسحبه وياخده منه لنفسه دي مشكلة كبيرة جداً الحقيقة لا الحقيقة الحقيقة أستاذ الشام ده مش بتيسر خالص نعم إن واحد يروح يطلب من سيدلية دواء دواء للكورونا مش بوصفة طبية مش هيحصل عليه أبداً أساساً هو مش بوجود فيه أماكن محددة سيدلات محددة بفروع محددة بمنافس محددة جداً معدودة تقدر تصرف منها ولكن ده بيكون بعد مراجعة الطبيب وإصدار رشدة عليها التشقيص والدواء بجرعة ومدة بجرعة ومدة مش أي دواء اسم دواء كده وهو مختومة بختم طبيب معناها إن الطبيب بالفعل نظر المريض ده يبقى الطبيب نظر وشخص وكتب العلاج يبقى فيه فرصة أنه يصرف العلاج ده مريض لكن لو واحد سليم وعايز يبقى تحت إيده فقط الدواء وبيصرفهم السيدلية كما تعودنا كمصريين من السيدلات المعتادة مش هيضر يحصل عليه أبداً لأنه مش موجود في السيدليات وإذا تواجد هيبقى بصورة مخزونة ومحالات فردية مش ما تمثلش ظاهرة مجتمعية مرضايا وغيرهم إذا ما أصدرت الهمش رشدة محددة المكان والمدة وهي محدودة جداً على فكرة برضو عليها زحام شديد جداً لمنافذ الرسمية نعم ولكن دي الفرصة الوحيدة اللي هي بتريد تتيسر للحالات الخفيفة وربما تتوسع فيها بعد كده الحكومة إذا أشركت القطاع الخاص معانا في العلاج للحالات الخفيفة ترجمة نانسي قنقر